وعشان كده كمان الأمهات نايمة بتبقى عندهم مجدان يقز مع أولاده أول ما بتشوفي إن الولد ابتدى يحس بذاته أو بيبتدى يحس بذاته يحس بتميزه وعايز بقى التسقيفي بقى حواليه طول الوقت بنعمل حواليه بنعمله إيه بقى؟ بنسقف حلو قوي ده يعني لازم نسقف يعني ما نفعش نحنا عشان هو يتواضع ما نسقفلوش لا ما نفعش نكسر في الفرحة إنه حصل إنجاز معين دي مستحيل وخصوصا أنه هو يستحق يعني هو مش من فراغ يعني ما نفعش واحد عبد الرحمة مثلا لو نفعش لو صوته واحد يقوله لا أنت صوتك حلو لا أنت صوتك حلو وإنت ماشى الله وخصصا أنه في حد تاني بيقوله أنه صوتك حلو والناس هو لا بتقوله صوتك نحب بالزبط فأنا داعم جدا صوتك حلو بس وجه الصوت يعني ما نفعش أنه أنا بقى ماشي طووس بقى يا أرض يتهديب عليك لا خلص ما نفعش ده أنت صوتك حل ربنا اللي مدي لك الصوت فسبحان الله الله سبحانه وتعالى دالك نعمة حافظ عليها علشان لا تسلم لأن إحنا عادة بنعتاد النعم مهم أو أن إحنا نحنا لسه كنا نتكلم نتكلم بقى على مسألات الواضع أن الله هو اللي وضعك في الوضع ده بالزبط فخلي بالك ودايما رجلك دايما نقول لعبد الرحمن رجلك على الأرض هو عطير وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول مثلا يقول أعلمكم بالحلال وحرام معاذ بن جبل يعني كيف لا أستحي من الرجل اللي تستحي منه الملائكة كلام في غاية اللقية وغاية مهمية جدا طيب حضرتك بتمدحيه إيه أكتر حاجة بترأيه وأنت بتمدحيه حاجة إنه ما خليهوش أنا مركبلوش جناحات هيطير بيها أعلى شان ما يخبطش في حتة مش مناسبة وفي نفس الوقت أبقى محسسا بإنه أنجز إنجاز إنت أحيانا يجي إقولي أنا لسه محققتش هتحقق إن شاء الله إن شاء الله حتى قدامك سكة طويلة قدامك لسه مشوار فبداية المشوار لازم تبدأ واحدة واحدة شوية 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 توصل لليل أنت عاوزه. الكلام ده في غاية الأهمية جدا أننا وإحنا بنتعامل مع أولادنا. نراعي أننا بنحطهم على الطريق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فلازم نفتح لهم طريق للأمل وطريق المستقبل.